اشتركوا في القناة 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 وجدت سنوائي عامة ما يعرفش على شغطار قوي سنوائي ستورم إلكتريك تمشي صح بس الأدق إلكتريكال ستورم أسمحها ثاني إلكتريكال ستورم أسمحها ثالث إلكتريكال أما تجيلو حرق شمس الجلد بتاعت حرق جيت بيرن أو تنساها في عندنا في ريفيو إف اللي هو تلغى كان فيه كلمة اسمها شاليمون اسمها ستروك والأش اسمه ستروك وكان الموضوع عن البلاستيك وكان زعنام البلاستيك لأنك لازم تخلص منه في عماية اسمها ريسايكلينج والبلاستيك عيبه لا يمكن أن يتحلل تحلل عضوي عشان كده كارثة يعني القلم اللي معاه ده لو رميته إنساه لغات ما تقوم الياما مش هتحلل صعب تحلله زي الكيبورد اللي معاك كمبيوتر يمكنه استروك ما تنستهاج بمعنى شاليمون وبايو ديجريد قلت لك يتحلل تحلل عضوي من أهم كلمات هذا اليونت ما تنساش كلمة جميلة عشان خاطري لألترا فايلوت جات قبل كده أشياء عفوبة نفسجية عاملة زي إكس ريز عندك فير باسمه أبزورب بتساو تيكين يمتص ما تنسانيش برضو في الكلمة اللي صعبة اسمها ستورم تشيسر وده بتفكرك بهيستوريكال نوفل اها إلكتريكال ستورم وكده حبيبي أسيبك سريعا فعلا تخش معايا في الشغل الجميل ما تبقى من شرح كونديشنل إفكا جرامر ونخشه النهاردة إن شاء الله مع مستر أدهام موحي هنوضو الصراحة امتحان روعة تمام بنقطة كلها كتطبيقات سوى تشويسيز كفوكاب كجرامر حتى كنوفل حتى كترانسليشن فرم آرابيك انتو انجليش أو انجليش انتو آرابيك ونختم بالاسي يلا بينا شدي حلقه في الجرامر واستغذروني بعدها على طول حل امتحان كامل على يونيس سيكستين وتابعوني يا حبيبي أنا معاكم لمدة ثلاث أسابيع القناة لغاية ما ربنا يسهلنا طريقنا ونقفل السنة دي على خير يلا بينا شدي حلنا على الجرامر حاجة في اللغة اسمها حاسف اف هما ثلاثة بل همش رابع بيحلوا محل اف شد ووير وهاد تحل شد محل اف حل اوله وتاني اما وير حالة تانية فقط اما هاد حالة تانية وتالتة امتت تانية لو هاد وفت طولها معناها لو امتلكت ثلاثة لو معت الصيف ايه تالت السؤال الجميل للطلبة هي شد معناها ايه يقول له يجب لا اقول له مثل لو يعني بيسوا اف او بيسوا اف طب وير يا مستر معناها ايه معناها والله العظيم له بيسوا اف تيجي انطبق تيجي انطبق يقول لك لما جاءت أبا جاب لك شود كابيتل في أول جملة ما جابشي لكان ولا كود ولا مية ولا ميت ولا ول ولا وود يبقى فعلا شود هي بلاي ويل لو لعب كويس يبقى هي ويل صح أو وود صح وين دا ماتش أما حالة تانية وير معين المنطقة وليه ووز هي لألك وير هي تو بلاي ويل هي وود وين دا ماتش وممكن وير وراها صفة وير اي ريتش اي وود باي ايو كار أما هاد وقفة بطولها معاناها لو امتلك ولكن Okay've ibelead I moon aكور هإنه مايج هات اي hub time صح ولا...... olarak هاد اي belead هاد اي behave sons a سؤال حبيبي لطلب المدرسى الراب Mant شو تطلع عندنا يونة مس sociaux تبفرض حط هنا شو د او where او have اختر من في الثلاثة لازم اطلع بواحدة لان ممكن اقول انا اخترت شود ومتاكد ان هي شود عشان وراع انفينيتب وزودتو شود هي بلاي شود هي استادي شود هي وورك شود هي ترين هتشوفها هدلوقت اما وير مصدر كامل انفينيتب بتو وانتو معاك ورع اعطاهلكو اثبتتلكو فيها ان فيربتو بي يتبع بمصدر كامل لان ماولك استانداب ممكن اقولك اوار توستانداب كان عندنا جملة زمان يقولك زكرة في الرواية عندنا اه جوزيف لما قدم الملك قال له مايكل اسكد مي ايووز تو جيب يو زيس رد قال له ويلدا مايكل مايكل نوز ميوال يبقى هنا وير وراها انفينيتب كامل اما اخترت هاد وقفت طولها لا فيها بلاي ولا توبلاي معانا لو امتلكت اما هاد مع تصريف تلت واضحة F حلacyام ثالثة�� مراجع طيبة جميلة هما ثلاثة من هم شرابع بيحلوا محل F شد وير وهاد تحلوا شد محل الف حالة ولو تانية وير حالة تانية فقط هات حالة تانية وتالتة امت تانية لو بطولها امت تالتا لو معه تصريف ايه تالت ليه اخترت شد وراها انفينيتب وزودتو؟ ليه اخترت وير وراها مصدر كامله اخترت هاد وحالة تالتا معها تصريف ايه تالت أمثلة أول جملة جميلة اتفضلي بص يمين وبص شمال أنا هنا حالة تانية يبحث في FB where she to meet where she to meet him today لو كانت قابلته النهاردة she would know what happened كد عرفت اللي حصل ما يفعش أقول F she meets لأن دي تبقى حالة أولا أنا عندي جواب جلد شرط حالة تانية بص يمين وبص شمال اللي بعدها don't see he enough money he would buy a new car يبقى لو كان معه فلوس يبقى عايز كم تلاو وعايز يمتلكت في نفس الوقت يبقى هنا had he enough money he would buy a car جملة صعبة وحلوة يحميك ربنا اللي بعده هي وليه don't see he arrived early yesterday he could have attended the conference يبقى عند كود هنا وhave هنا وattended هنا وعند conference يبقى حالة تالتة حالة تالتة بتكون من had زادة تصريف التالت يبقى هي number B had he arrived اجابة جميلة number 34 صعبة يا ميس والله يعني عايز اقول ايه لو وقفت مطر هنقدر نخلص مباراة طب هنا هنا حلقة اولى جواب شرط ما ينفعش stop لا ولا ينفع عن في didn't لان didn't بسوألس فهي بالحل للمستبعد ده should it stop خلي بالك should it stop لو قفت مطر will be able to finish the game اسمع الجملة من انتسياتك should should it stop reining we will be able to finish the game هالي صاحب اشطار يا جماعة عرفوا ان في حسب ايه في بشد معناها لو تمام وكمان مين had جميلة والله اسحى بقى في اللي جاية خليك شاطر بقى اتفضلي had he been more careful he dots low marks يبقى لو كان هو حريص ما كانش حصل على الدرجات السيئة يبقى wouldn't have got حالة تالتة low marks حلوة واللي جاي حلى اتفضلي dots i a plumber i would mend the past pipe ما هم ما معرفوش كمه plumber يعني سباك و purse pipe معناها المصورة المكسورة يبقى where i معناها لو ولا معناها كنت where i mister حسن where i a teacher i would explain much more carefully حلوة جميلة كده خلاص يا ولاد دخلنا على نقطة مهمة جدا هي تحويل f المعقدة الى بسيطة اتاري if رابط معقد هتقول لي ليه بيقوا راها فاعل وفاعل بتساوي as long as فاعل وفاعل بتساوي provided that خلي بالك ya provided ya providing that بيساوي if in case فاكرينها اللي هي بيقوا راها فاعل وفاعل جملة الشمسية بتاع precautions i will take my umbrella in case it rains i will take my coat in case it gets cold حلوة what will we do what will we do او الله كل دي جمل معقدة ودي يسأل بقى اين لعقاتها انه بيقوا راها فاعل ومين وفاعل لما حبه بساته معنده بحروف جر يما in case of في حالة أنا in event of في حالة أنا with حرف جر يا حبيبي by حرف جر يديني مثال شافوا حاضر if you succeeded لو نجحت يا حبيبي you would join the university طب ما يقول in case of in case of succeeding على طول in event of succeeding على طول by succeeding على طول you would join ولو انت قد فيرويد ممكن أقول in case of success في حالة النجاح وكمل جملتي in case of emergency في حالة الطوارق call the police جميلة اما لو F منفية اللي هي اساسا بسوء الليس عند حرفين جر وجمال قوي 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 واحد اسمه but for I was out طب يديني مثال عمر منساه if you hadn't helped me I would have died يبقى but for your real but for Mr. Hassan I would have died خد موقف في النوبل فاكر الموقف بتاع The summer house أو لي but for Mr. Rasindel أنا اسف but for Mr. Rasindel would have been killed هاتجوا واحدة على راسا حقا but for Mr. Rasindel لو لا ظهور Rasindel في الأحداث مايكل would have been the king of Rortania يبقى but for عايزة ناوم بس في جملة صعبة كتفل الواجب عندكم but for أو without the fog لو لا ضباب كمل we would have reached our destination جهة الوصول وصلنا القاهرة وصلنا القاهرة من السنين فايا في القاهرة جهة الوصول إنكيس عايزة وراها فاعل وفاعل شكرا يا ميس وشكرا يا أولاد على المتابعة الجميلة بتاعتكم اللي بعدها ناوم بس تفضلي في حالة نجاحك هتخش الجامعة إن شاء الله بتسوي مراجعة مع شرح بس ما عليش آسف رتمي سريع بكلب ناس عندها خلفية اللي بعده إنكيس شكرا يا بنتي والله اللي جاية جميلة بقى بيتقولي بدون حرارة الشمس شوف كده كل دية ما فيه شفع without heat from the sun لو لا عارف الجملة دي أساسها if it were not for the heat from the sun there would be no life حلوة نودع آخر عشر جمل تقلقوا يا أولاد شدح لكم خليكم شطار تفضلي he couldn't he couldn't have climbed that mountain that being very fat وزاوت طبعا being very fat وبصي كمان could it have هاي تمام حلوة حالة تالتة الجميلة بتقوليها that's looking where he was going the man walked into a tree يبقى هنا معلاها but for looking where he was going the man walked into a tree يعني كان هيستضم بالشجرة اللي لنهو بيبصي مينو بيبصي هي الشمال يبقى فعلا but for اللي هي بيساو without looking where he was going the man walked into the tree تمام الجملة جملة معنى خلي بالكوا حلوة اللي جاي أحلى بتقوليه don't see his unexpected death he would have been the world دا سوال الطلبة if it were not four غلط لان if it were not four حالة تانية انا عايز حاجة للحالة التالتة مش لايه يا جماعة لان عنده ود وعندي have وعندي بين يبقى جيب منه بطفور لو لا موتوا المفاجئة كان زمنه اعظم واحد في هزي المسابعة تابع المصارع رسلينج اتشامبون several times اسمع التانية جملة بطفور بطفور he's unexpected death he would have been the world رسلينج اتشامبون several times شكرا جميلة اول لجاية برضو اللي هي وزاوة هاي لان لسا إيلها شافوي فوقي عن الضباب destination جهة الوصول اتفضلي without without the fog we would have reached our destination ages ago طب ليه ما استعمدمش F F عايزة وراها subject verb وينكيس subject to verb unless subject to verb وصدقوني والله كنت بحيي العيال في القاع ليه بيجوبوا وذاود صح رغم النوم مش عارفين كيف تفق يعني او destination بتسمع احساسهم عالي ان وذاود كوني بقول حرف جر بيجو وراها نوم بس او verb plus ing وهنا هنا لما جاء نوم كان موصوف anex باكت ده death عادي يعني اهم حاجة مفيش verb في الجملة they want they want to be allowed to watch the film dots having tickets مش يسمح لهم الدخول بدون اه دي معنى كمان without having tickets نودع يلا اخر اربع جمل بجملة صعبة unless كمعنى unless he had followed my advice he dots all his money مش طرف تح اللي از قلت اللي list دي بيس اف ولو سمحت لو سمحت اين في يبقى معناها اف يا مستر اف دون تو دا زن لو حالة اولة لدن لو حالة ثانية حالة كام ثالث يبقى if he hadn't followed my advice معناها از لابن نصيحي he would have lost all his money كان فقط كل معلو شاطر اللي بعده she won't she won't be able to understand the speakers dots there is an interpreter at the conference معناها اللي برضو يميز لي بالسو اما interpreter معناها مترجم ترجمة فورية معناها الكلام ده مش هتفهم المتحدث اللي ازا كان فيه مترجم في المؤتمر هو مترجم ترجمة فورية حلوة مراوان 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 جميلة اللي اجابة جميلة كانت موجودة خطأ مطبع عندي في مذاكرة مكتوبة اين وانتركوا اشتبوها وخلالي اجابة ساوي as long as طب هنا ما اخدناش as long as ليه عشان في ذات ما ينفعش اقول as long as ذات يبقى الاسبريشن اسمه on condition ذات الشاطر اللي بعد احلى بيقول ها يبقى عندي جملة استفهمية جملة استفهمية يبقى هنا suppose ذات او supposing ذات انما suppose لا تنفعش يبقى دي جملة معنا اللي imagine تخيل imagine that there wasn't a sun تخيلوا ما في الشمس what would life be like then what if there wasn't a sun هلوة كميلة وعمل استفهم صريح اخر جملة في الفيديو هي احلى جملة اتفضل لي بتقول اي ها don't so we ban the hunting of whales won't they die out جب هنا اقوم بعمل الاستفهم بدون علامة استفهم رابط جديد عليك اسمه only if only if you become apparent will you understand the meaning of responsibility معناها عندما تكون اب هتفهم يعني مسئولية يبقى only if we ban the hunting of whales معناها لو احنا منعنا صد الحتان هل فعلا هي مش هتنقرض won't they die out اول sure they won't die out فعلا كلامي صح 100% اتمنى سريعا بالمعلومات الكتيرة اللي خدناها اكون موفق انا وانتم في متابعة الفيديو ده وبكده حبايبي التركيز يعني عشان انا عايز اطبق صح واطبق الفكاب صح يعني النهار ده فاول فيديو انت اصطربت لما عملت المنظر ده وقلت لك زائست في ايجيبت وكل ما يخصص ياخذ ذا انا عايز هنا مين ذا ساوز ايجيبت على طول تفضل يا مستر اتهم الجملة بتقوليها عارف يا مثلا لو انا شلت كلمة ذا ده وشلت كلمة اوف ديت يبا اقول اخويا عايش او ابن عم انا اسف عايش في صعيد مصر اقول ايجيبت يبا كنت اقول ايجيبت بيستوي كلمة بعضكم اعرفهاش اسمها ابر ايجيبت صعيد مصر ابر ايجيبت لو انت شاطر قل لي واكحي بحري عارف كلمة لا يبا على طول ايجيبت يبا دي واكحي بحري لان نهر النيل بيي من هضب علي او اسم اثيوبيا لغاية ما وصل لفرع رشيد وطميات يبا كل ما يخصص ياخذ ذا the east of egypt the west of egypt the north of egypt the southern of egypt مصر الشراء eastern egypt western egypt northern egypt southern egypt برفع عليك southern egypt طلع زي upper egypt غير ذا northern egypt طلع زي lawyer egypt زي وكحي بحري الو تهلك اما اللي قاية هنا مستر الصراحة هللاقي فعلا some of some of the shopping centers are in the dot the part لو قلنا east اولا the east of the city انما عامل ايه انا عندي part اعزو اصفه the eastern part الجزء الشرقي زي eastern europe western europe ما فيش of هنا بس ابقى في الاخر معكوس ابعيد يعني يبا الاساس some of the shopping centers are in the eastern part انا هنا باوصف الجزء خلي بالا of the city شكرا يا مستر يبا دي جملة برضو صعبة اما اللي جاية اللي جات في المتحامل يعرفشها لشوطار كل ما اسمع متتبع العواصف storm chasers واعتنساكت مستخبية عندنا في الورك بوك communication skills storm chasers not only study storms but they also follow and understand them اديكم حاجة جميلة او يا ولاد رابط من الروابط الجميلة اسمه not only ومعي but ومعي also ليس فقط ولكن ايضا زي مايكل الحيوان he not only poisoned his brother but he also kidnapped him ليس فقط ولكن ايضا بضعف الموقف زي الوادي اللي قدامي ده اللي بيبص على الفيديو اقول لها ربنا يحمي he not only listens carefully in the class مش بس مركز معي في الحصة but he also استاذ ظهر انا عايز اقول لك يا ساعد بقى ساعد في الجرام اللي يقول لك begin with اها كابتالها اها شايفها ولا لا not only قول لي اعمل ساعتها اعمل inversion اقوم بعمل استفهام بدون علامة الاستفهام يقول ساعتها not only do اها وعندي دولة كامح مالها استاذ اكني بسأل سؤال بس سوعة تحطيلي علامة الاستفهام بتفكرك بنصونر زين وهارد اللي هوان وسكرس اللي هوان نصونر زي هاد لا هاد زي نصونر هاد شي هاد لا هاد شي قول لي اعمل ايه اعمل inversion لكني بسأل سؤال بدون علامة استفهام مش نون تقول لي بس يا ولاد ده نصونر زي اقول لك على حاجة never he never plays football ابدأ ب never he never does he play football اقول لك كمال no longer he no longer studies english ابدأ ب no longer does he study english حلو اول اللي جاية برضو دي communication skill معناه اود ان اعرف نفس اعرف اسمها how on earth وليس ground وليس moon اتفضل يا مساء هاو how on earth is she shouting at me انا نفس اعرف وانا بسجل حصة والله match at chelsea و manchester city بتلعب how on earth how on earth did manchester how on earth how on earth did chelsea win the match نفس اعرف فازوا متش ازاي كل التوقعات كانت ل manchester city اوكو مانتش اوكي اوكي يبقى حلوة نفس اعرف اود ان اعرف اسمها how on earth is she shouting at me حلوة واللي جاية احلى احنا نبدعين نخلي بعلك الله يحميك ركز ركز عايز يا مستر عايز كلمة جميلة اسمها lightning اوكي تنسى اللي سبننج l-i-j-h-t-n على طول لان في حاجة اسمها يشعل او يضير اوكي اوكي تختارها للي فا en وبعدين ing ما تغلطش يبقى lightning اللي معناها البر تفضل يا مستر the child was struck by lightning yet survived اه يعني صعقاء حلوة وانا هنا those trees have grown الفعل عايز حال يبقى have grown phenomenally والله الكلام صح زي naturally يا مستر بالضبط اتفضل اتفضل ارى those trees have grown phenomenally tall in the last two years انا اسف بطول في الشرح للاستفادة لما نودع الحجة باتقان شوي استحمله الحص عشان خاطري عندي يا جماعة عندي during the storm اسناء العاصفة he covered his eyes so as not to see عشان ما يشوفش البرق برضو lightning انما thunder ده صوت الاساسية ولاس electric electric خلاة electrical بتفكرك historical هي الاشمال هي العام وهي اللي في اليونت نفسه electrical storms are a common phenomena in our country وعجباني او جامع هنا are here common phenomena عارف لو مفرد يبى phenomena وبعدين اللي زمان كنا نساء الفرق من electric و electrical اقول electric فيها كهربا حية don't touch this wire it is electric إنما electrical فاة كهربا برضو ولا معنى اضافي دائرست الكهربية مهندس كهربا مش معنى كلمة storm توصف بكلمة strong او violent كلا هما صح violent صح مقولش aggressive اللي منع ادواني بس هنا وما تنفعش طبعا اتفضل strong strong storm has destroyed many places in Asia last year اما دي ان شاء الله وان شاء الله وان شاء الله وان شاء الله وان شاء الله يا رب يا رب تيجن geyser or geyser is a hole in the ground from which hot water and steam are sent out ينبوع ما يسخنا اما number 11 اخيرا زهرت كلمة recycled يعاد تصنيع الشيء اتفضل مستر مثل paper and glass can be recycled حلوى ريساكل يعاد تصنحها مرة ثانية اما بعض البلاستيكات بتصمم لكي تتحلل تحلل عضوي يعني ايه زي الخضروات لو عندي طني فاكها مرمى في الغط انا مش الان بعض شهرها عدي قال لي خلاص تبخر فدلوقتي فيه ديزاين لبعض الحاجات زي الخضرو زي ما انا قلت لكم ممكن تتحلل بعض شهر تحلل عضوي تفضل يا مستر سام بلاستيكس يبدأ فير باسمه biodegrade خلي بالك يتحلل تحلل عضوي number 13 برضو جميلة why don't you drink your juice through a ايه الشالمو هاي يا جماعة المصاصة نفسها ستروه ومعناها قش برضو عادي وتبدي معناها نصيحة ومعناها في المنهج زمان في ريفيف معناها مالة بزبالة تبدي هاي بيساوه كلمة في منهجنا القديم اسمها لاند في اللي انا بلقي فيه القمامة اوالله افتح الدكشينة ورايه وتأكد تمام اوالله 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 number 15 برضو جملة جميلة اتفضل هاة هاة حلاص يا مستر صالما دخلت على ويند بقى ودخلت على الفيرب بالبلوز يبديني بقى سوزرلي دايريكشن وسوزرلي برضو مع ويند صح كما لو كان اتجاه نحو الجنوب سوزرلي جميلة برقم سكستين يبقى نبدأ شغل الجرامر طيب انا بشرح اف يا حبيبي ادي فعل الشرط اهو فالود وادي جواب الشرط بص كده هتلاقي ود وبعدها هاف وبعدها تصريف تالت يحميك ربنا يبقى حالة تالتة يبقى كده اف ما تنفعشي وقلس ما تنفعشي يبقى انا لازم احتاج مين هاد عشان معناها كده هاد زيت التصريف التالت معناه لو اتبع نصيحتي كان فعلا تجنب هزا الموقف المحرج كلمة اسمها كريتيكال سيتيويشن تفضل لي مستر تاني هاد هاد you followed my advice you would have avoided that critical situation بسو اف you had followed my advice you would have avoided that critical situation ادي اف عينك بردو هنا على توترافل يبقى حاسفين في ايه بوير وحالة كام تانية اوالله طب ليه اخترت وير وراها مصدر كامل زمن قلت لك فحاسف اف انما عارف لو شود شود عايزة infinitive وزاودته وهنا معناه اف تفضل وير هي to travel abroad he would do post graduate studies post graduate studies دراسات عليا تفكر نبدو homework ودو courses الله عاللي جاية هنا يا ولاد اختصار انكيس اف وراها ناون في حالة نجاحه اتفضل in case of your success you will join the university وعد نسا انكيس اف بيثنو في اف تفضل وراي اما verb بلاس انجي او ناون انكيس اف جميلة اللي بعده جميلة برضوköم where i a plumber لو وفها كنت سبةك تفضل where i a plumber i would mend the first vibe أخلي بالك دي على فكرة بيساوك كما بروكن بايب دي صفة يمكن استخدام التصف الثالث كصفة لأن بيرست هي بيرست هي بيرست المصورة اللي انفجرت حتى انفجرت في البكاء شي بيرست باست هنا انتيرز انفجرت في البكاء بيرست هي بيرست هي بيرست الله زي وانت بي اللاودي بباسف وشكلها حالة أولى تمام وتبسيط لاني عندي هنا having يبقى فعلا without having معنى دي جيرت ودي جيرت المعنى حكم عليها without اتفضل they won't be allowed to watch the film without having tickets وانتعرف بيزاوت بيساوي F المنفية يعني الجملة دي لو عايزينها بF المنفية يبقى اول ايه if they don't have tickets they won't be allowed to watch the film يبقى شلت if with they wouldnt وهاب والتي having على طول without having عايزة بألس الفارج بيبقى ورها موثبت يبقى ألس زي هبس من فيش ساعة جميلة يا ولاد الحصة والله مشى كويس هنا ايه يا مستر بقى يا مستر اتفضل يبقى هنا بقول ايه هنا عمل استفهام بدون علامة استفهام يبقى استخدم في الاول only if only if بيساوي if بس لما تيجي في الاول بعمل inversion اقوم بعمل استفهام بدون علامة استفهام هنا برضو يا ولاد عندي ود وعندي have وعندي been يبقى انا معايا if حالة ثالثة هنا if it were not for صحي كمعنى بس كا استراكتش الخطأ يبقى انا كنت عايز حالة ثالثة طب اعمل ايه يا جماعة if لا ما تنفعشي لانا عايزة وراها فاعل وفاعل طب unless ما تنفعشي عايزة فاعل وفاعل عارف الجملة دي حالة صحي if it hadn't been for his unexpected death لو وفاته غير متوقع he would have been كان اصبح اشهى اللاعف الرياضة اسمه ريستلينج يبقى الاجابة الجميلة but for هنا كحرف غر لا بيساوي without but for وراها ناوين but for وراها ناوين والناوين عندي هنا اسم موصوف كمان تفضلي مستر اتهم but for his unexpected death he would have been the world wrestling champion several times الله عليك هيا هان التمن جمل في منطار روعة how could you feel يبقى في استفهام صريح على طوب من غير ما فهم فين يا جماعة الاستفهام الصريح اللي يا supposing او الله انا كنت بدور على اماجي الزات على فكر يبقى في suppose او supposing او what if بقوم بعمل استفهام صريح اتفضلت supposing supposing you want the prize how could you feel استرد ان انت فوست بالجائزة هيبقى شعورك ايه حلوة واللي جاي احلى في هنا نفي يا جماعة صح ولا يبقى استبعد قلس الله واستبعد وزوت عشان في فعل وفعل واستبعد in case of استردام از لونج از اللي يا بس او اي اف وبالس او بروفايد از ات بقول بروفايد او بروفايد او بروفايد از ات شكرا مستر شكرا مستر او بروفايد او بروفايد از ات او بروفايد از ات كلهم معناهم اف واستفهم صريح يا جماعة سببوزنج اللي بتسوي سببوزنج لازم نحفظ ان في حاجة اسمها سببوز اهي اهي تيجي بردو كادات شرط اللي هي بتسوي سببوزنج انما مع بروفايد او بروفايدنج خش على سببوزنج ذات سببوزنج ذات يبانا هنا حالة تانية يبانا عنده تمام يبانا عنده يبانا عنده اجابة جميلة اجابة جميلة شد حيلك يا مستر ازاي تتواصم مع الاخرين نمبر 27 اتفضل في حالة لو في طوارئ اتفضل حلوة اللي جاية جميلة برضو اللي هي لولا وجود الضباب كنو وصلنا القاهرة من السنين فات القاهرة اسمها مكان الوصول وما الاجزة اجو ده صيغة مبالغة اتفضلي مستر ده لما كنتك جميلة دي اولا ادري كان لها حل صعب جدا يقولك ايه اتفضل كان لازم عيالي يخشوا لاجنة حافظين اسمه لو حالة ثانية ولو حالة ثالثة اقولها اف ات شفت اللي حصل هادنت اها اكمل هادنت بين اكمل 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 الجملة لو لو ظهور الضباب او وجوده بسط حاضر بسط حاضر اشيل اف وضحب الفيرم وفور وعينك عن نوم بس يبقى وذو الزفوج بسط حاضر شكرا على نمبر 29 تفضل تبقى حالة ثالثة يبقى ثالثة عايز هادية جماعة من غير ما افكر لان معايا تصريف تيالت وهاد هنا والله بيسوقف اتفضل يا مستر هاد 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 شكرا على شغل الجميل ده وبكده نوضح كلامنا الجميل لان هنا برضو حالة ثالثة يبقى هات عايز يا مستر حلوة 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 اتفضل ها وان شاء الله تنجحوا تكون موفق السنة دي باذن الله نجح على القطع السهلة المباشرة بس كلمتها جميلة عن الديزاسترز الكوارث تعتبر في الاساس من ميد والكوارث بيتبقى ظاهرك زي الفوركينو او الترنيدو بس اسوأ كارسة هيواجهها العالم هو الـ global warming الاحتباس الحراري بسبب التلوث نبدأ بالراحة ديورين نسأل باكم الدكاة يعني عقد والعقد هنا بيساوي عشر سنين زي ما سألنا مرة معناه فورنايت اخر عشر سنين كارسة يعني الناس كلها ما كانتش متخيلها تو تنامي يا ما حصلت بس كده الموجة تطلع ثلاثة مد لا أرض يابسة تصدها دلوقتي الثلاثة مدخلوا على مدينة كاملة شدوها رماه في المحيط الهندي لان المياه قربت قومي ليابسة بسبب كارسة اسمها global warming تمام الكوارث يعني صعوبات نخش على كم الديزاسترز الكوارث لا تتخلق لا تتخلق لا تتخلق شبت هنا ان تقولي بتقولسو يعني ليست الكوارث معرفة مكان ما يعني اقول مصر بس او اليامان بس اللي فات كوارث لا نورزي ما مقدرش اميز بينها بين دول متقدمة ودول نامية خلي بالك دول نامية دولوبينج دولوبينج حطنا لها ING كما لو كانت غير عاقل يعني انت فاكر الصفة نضف له IED و ING اما متقدمة دولوب دي يعني ادفانسد يبانا ما قدرش اقول الكوارث هتم في دول العالم الثالث او العالم هي هتحصل والكوارث اشكاله الوين 4 اخر سنة بس فاتت وفيضانات في فرنسا دربتها هنغري 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 دي معناه المغر يا مستر اتالي اتالي اجراءات اجراءات عالمية ضد الكوارث حتى مصري ولدنا فيها هيئة عليا هيئة فعلا ادارة الدولة اثناء الكوارث الطبعي لا وزراءها ولا رجالتها نكمل بقى مستر ديورينج يعني تتكلمني من حول 30 سنة فات وايه اللي حصل يعني فيه خسارات 10% اقتصاد بسبب الكوارث بسبب الكوارث غلوب المسا وورمينج اللي تكرار الكوارث كتير بسبب ظهرت فعلا الكلوب الورمينج هن توجد عنه عواصف يعني هن تجد عنه زيادة في الجفاف وكمان فلادس يا سلام علي جاي قدو نستطيع ان تتكلم عن هذه المسا وطبعات هن تتكلم عن هذه المسا وطبعات هن تتكلم هو عايز يتهم في الآخر تدخل الانسان في الطبيعة بالمصانع بالطيارات بالتلوث هو دي سبب كل الكوارث اللي انا فيها نختم يلا بالنمو السكاني مانو يعني بحل السراحة السكان والمباني محل الاراضي الصراعية وكمان النمو الغير عادي للميجا سيتس زي مدينة القاهرة يعني املاقة عدا فيها تعداد عشرين مليون وكمان ايها في المنهج بتاعنا امبعاثات وكنا بنشكر ساعتها في المنهج في الصراحة السولر انرجي من اهم الكاركتريستيك بتاعتها تدخل الإنسان يعني امبعاثات الكربون ديوكسايد اعتبر زيرو لان السولر انرجي من الطاقات الصديقة للبيئة وعندي كربون ديوكسايد كارثة من كوارث تدخل الإنسان وكلمة اسمها افهمها بازالة الغابات او التصحر وانما التصحر جاتها ديزرت ديزرت يعني برضو التصحر كلها عوامل انسانية للأسف ده اللي بيزود الكوارث اخر فقرة جميلة مستقب ريهابس يعني درس مهم جدا اللي لازم نتعلمه ايه هو بقى يعني ممكن نتعلم ان تكرار الكوارث اللي انت مش منعازن عن الكارثة ما انتش بعيد عنها الكوارث ممكن تطولك فاي حتة في الارض ايوه يعني هنا الصمود اللي احنا لازم نصمد ضد هالي دي دي من كمه شوفناه قبل كده الكلام ده في الترجمة والتنسيك المتبادل القريب من الدول وبعضها عشان في كده مؤتمر اسمه قمة الارض انقذوا هزا الكوكب يا جماعة لونج ترم التزامات الدول بعدم تصنيع التلاجات بالغاز بتاحها المدمن للبيئة لازم عربيات مثلا تتجدد كل خمس سنين وتكهم بقى عشان تبقى العربية الحديثة ميزيتها عندها مقدرة على حرق الوقود بيبقى فعلا احيانا بتبقى زيرو اممشن فيش كربون ديوكسايد نسبته بتبقى ضئيلة ها نجمع ونجهز مساعدات للطعام لأي شعب عنده كارثة التبرع بسرعة يا جماعة سواء تبرع بالدم المساعدة بجهزة كمان ميديكال كير اللي هي الرعاية الطبية الله وبعد الكارثة ما تم منضى بلدكو بسرعة سؤال اولاني جميل او يا مستر بادعبا هذه البسج هي طلع كل الكوارث معظمها من صنع الإنسان بسبب طمعه اللي بعده الحاجة اللي عايزينها ومحتاجينها ضد الكارثة حاجة جميلة تعاون كوردينيشن كوردينيشن تنصيق من الدول يعني أسيسنة هو تقصي الفساد أساسا لاحتباس الحراري تنصيق الاستمرار واستمرارية الحوادث وجوده هو سبب ستورم سبب فلاد ما تعتقد؟ مان ماد معناها مان ماد معناها يا جماعة هو الفاعل كلمة دور حلوة تمام جميلة يا مستر نوبر ثيرتي فايف ماذا تفعل؟ The movement of megacities lead to ميجا cities ممكن كانت متوقع كما Deforestation اللي هو ازالة الغابات والتصحر أو desertification Desertification اللي هو فعلا التصحر ما جابش دعمها زيهم The rise of ما كلهما كوارث أساسا The rise of natural disaster جميلة اللي جايب What does the pronoun they in the first paragraph mean? They برضو هتلاعا على natural disasters سهلا What was The percent of annual increase in economic loss Annual increase ده يا أخواننا في خسارتنا هو حديث تابتين والله في القطع نفسها مش بقلف أنا إرجع للقطع خسارة 10% من أي كارثة الاقتصاد أي أمة كاملة مستر Number 38 What reminded us of taking the global preventive measures التانية مستر What Reminded us of taking the global preventive measures هو قال السلفادور وقال اللي موجود في إنديا بس الأدك طبعا Earthquakes in India كان الزلزال في إنديا أو سلفادور يبقى مشاء إنديا زي ما قالها في القطع بالضبط اللي احنا جاهز لفسنا لأي كارثة طبيعية السؤال أبل أخير Which of those is not a human factor leading to natural disasters is not a human factor دي في القطعة دي بسبب الإنسان deforestation و desertification ودي جميلة موجودة في القطع emission قاعدين من طلع انبعاثات سامة زي الكربة تكسير دي مش مرتبطة بالقطع وهي النمو اللي الثقافي خارج على اللي كان في القطع يبس سؤال تانية مثل عشان سؤال صعب شوية بيقولي Which of those is not a human factor مش عامل بشري بسبب الكوارث اللي هي فعلا التطور والنمو الثقافي آخر سؤال جميل Which of The following statements is true الوحيدة اللي صح الصح disaster are not confined to a particular region ما قدرش عرفها في مطاقة محددة لأنه ممكن أي كارثة توجه أي بقعة في الكرة الأرضية نودع الامتحدة بالله أكبر علينا نقطة مهمة في النوفل وبعدها improve your skills أول سؤال واضح جدا Why was Why was the king generous احفظ بقى الكلمات عشان هيجيلك تشوز على البوكاب بس أنا كده بطريقة أحلى لأنه شغال أحداث وبوكاب اللي يثبت لك اللي الملك فعلا كريم جدا Because he insisted to make Rassindal have dinner with him أو dine with him dine يتناول مع العشاء حلو وده طبعا كان ضد رغبة فريدز وكني تسابت تمام Sir we have an early start tomorrow morning حلوة Who did The king stay before the cronation قبل ما يطلع أحفظ كلمة ديه ممكن تجيلك choice مايكل كان دعاء في مكان يستطيع فيه اسمه hunting lodge يبقى he stayed the hunting lodge in Zinda بناء عن دعوت مايكل بحيث to take rest of mine يطلع من Zinda على الكرنation كيف 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 مايكل سمى عن طريق كيك بحيث بحيث كيك لدمه له جوزيف و جوزيف ما كانش يعرف انها كانت مسمومة حلو الكلام حلو الكلام سؤالي جاي سهل جدا بيقول ليه why were the streets of Stirl so quiet quiet الشوارع حدي لليتها كامل when Sapt and Rasendel returned there لما رغوا تنيم الصبح نسكت صهرانة في الاحتفال because the people are resting نسكت بتريح after the cronation يعني قدوا واتوا طويل في الشوارع في بهجة وفرحة بعطايا الملك حلو يا مستر number 50 sorry 45 was surprised didn't Rasendel expected during his visit to the princess المفاجأة للمكانش توقعها رسendel ان الكلب وصل إلى دوك مايكل دوك مايكل زيادة تمام حتى يالت له do you know you make مايكل angry how am I making him angry you didn't ask him to come in why not he come in how funny you are but هذا بيقالالتك you are the king no one can enter or leave without your permission والمشهد كان يعتبر his first mistake أو الخطأ خطأ انه he asked the princess why مايكل didn't enter number 46 برضو سؤال جميل what did the Marshall notice when Rasendel wrote his order oh Marshall is like rech lajz that the chot is not the chot he said sir no no why you see my injured the fingers so why is the chot he noticed that his hand writing was different he said about the prisoner who was looked up in the castle instead of the king he said that the prisoner was locked up as he knew everything about it to say his English friend free مايكلز ايفل بلانز كمي القوي سؤالي بعده بيقوله خلقنا بجده مستر هي خليط من الالد بارت و الالد بارت أو الالد بارت و الالد بارت سؤال نمبر 49 سؤال برضو حل و قوي بيقوله عشان فعلا المالك وتخطف بكوذ ذريال كينج هاد بين كدناب واعتنسى هزي الكلمات لو قتلكت شوي ستبقى ادفى من العصبورة عشان كده بتتعامل مع القصة بترزيلا شوي انتوني الدومابان هم قالوا كده بالنص وسبت قال كده بالنص ما صبحتش احد اضيوفه لانه ما سامعه دوشة في بنسموها هاد اجريت ارجومنت مشادة كلامية يعني هاد هاد ابيج ارجومنت بعد كده عندنا خمستاشر نقطة بشعر امبروبير سكيز هنبدأ الاول الترجمة نختار الترجمة العربي واحفظ كلمات الصعبة يبقى ترجمتنا من اللغة انجليزية للغة عربية وبادقين بكلمة الهجرة غير الشرعية بس هنا بقى الهجرة المهاجرون الغير شرعيون ما لهم بقى مثل المهاجرين غير الشرعيون ما لهم اكسبوز يعرضوا انفسهم يعرضوا انفسهم ليه؟ حوادث عن اكسدنت يبقى مخاطر صح يا مستر ويه كمان؟ غير قانوني مش قانوني هنا كان عند غير الجملة منفية يبقى ايه كمان يا مستر وانذاري وانذاري اكسبوز لا يبقى نابر دي مهمة حفظ الكلامات الجديدة الليجل او حتنسها الليجل او حتنسها الدخول معاني انجليزي دي بنت مخطوبة وانجليزي دي مع التاكس معانها مشغول تمام؟ حلقة او سوري مع خطوط الليفون انما التاكسي اوكيوبايد شكرا يا مستر حلوة التي جاي برضو احفظ الكلمة الجميلة في إيجبت جولدين بريد بريد فعلا عرض عسكري بس العرض كان للموميات اللي قديمة كنفوي نقل نقل ونقل حوالي 18 كينجس و 4 كوينز من البيض إلى كيروس تحرير سكوير إلى ميزم البيض مصر كان ذهبي يعني في العرض الذهبي هو كتبها لي هنا فضي وبعدين هنا القافلة نقل القافلة خلي بالك مش الحافلة لأن هنا مجموعة يعني وبعدين هنا عالمي قالت هي كانت قومي يبقى الإجابة نمبر سي بريد اللي قلتها زائد كلمة ودى التحرير السكوير معاك حلو الكلام حلو الكلام أما الدولة نفسها كدولة زي إجيبشان حلوة اللي هي ينصك بالتنصيق مش بالتسوية مع بالسطينيين اللي هو الفلسطينيين وليس فلسطينيين لتلبية الاحتياجات لتلبية الاحتياجات يبقى نمبر كام يا مستر نمبر ايه اللي صح جميلة الله أكبر علينا يا أولاد خذنا كلمة بلسطينيين وكلمة جازة دي وراها كلمة لو عايز كلمة قطاع جازة ستريب ولو عايز أورشاليم القدس بسمة جيرسلم 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 يبقى القدس هنا كان أساسها بالعرب أورشاليم أو بالعبري بقى يبقى نخليها فعلا زمان قلتلك جيرسلم حلوة رينفورست على قطع جميلة الغابات الاستوائية مالها فعلا مستمر يعني أنا شايف أن أقوى جملة يجري تدمير يوميا للغابات الاستوائية بمعدل لا يصدق هنا كتبها ليه لا يصدق إيه اللي صح بواسطة ولاس أغنياء بس أنا محتاج يا جماعة كلمة رينفورست للغابات الاستوائية وتفهم إن الجملة دي باسف والله وتفهم كلمة انكريدابل ريد ومعدل لا يمكن تصديقه number 55 the government is trying to improve يعني تحسن the educational system دي جميلة أو يا مستر يا مستر يجاري يساير keep up with حلوة يا مستر كلمة التحديات العالمية challenges number B تحاول حكومة تحسين نظام التحديات العالم حلوة وليس تخلبات العالم وليس هدف تدمير النظام التعليمي لا تحسينه كده مبروك علينا أحلى خمس جمل ما تنساش حفظ كلمات الجديدة من عرب الإنجليزي أحلى يا مستر يلا بينا بتدعوا يا أولاد معايا شيء دحيلكم الجملة الأولى أثرت جائحة فيروس كورونا مرضو المستجد عجبان يا جماعة ليها نوفل كورونا فيروس كلمة جائحة ما لهاش علاج كلمة صعبة يا جماعة ما تنساش اسمها بنا دمك أوعى تنساها بنا دمك أوعى تنساها بنا دمك أساسية يبقى المشكلة فيها مستر في فيرب زي هنا هاز افكت لا هي افكتد هي دي المشكلة في كلمة كلمة زي ايه هو كذب لجلوب لا العالم the world of the globe يبقى نمبر دي هالي بالعربية مستر بيولي أثرت جائحة فيروس كورونا مستجد يبقى زناف الكورونا فيروس بنا دمك هاز افكتد our lives our economy and nearly every corner of the globe اللي هو نكون نفسه واللي جاي أحلى مستر يعد الامن هو الركيزة نفسه دي ما دي خلي بالكم الركيزة دي صعبة بسط اللغة العربية واد يقول لي بيز هقول له ما شاله صحة ما شاله غلط هلا واد يقول لي باكبون اه ما شاله غلط جايب هلك هنا بيلر يا عم ها بقولك بيلر يا سيدة ها بقولك بيلر يا أخو يا ركز بقى تمام يبقى سيكوروتي حلوة تمام is the main pillar of attracting investors to set up their project in Egypt اسمع الجملة كحل بقى يعد الامن هو الركيزة الاساسية لجذب المستثمرين اقامة مشروعاتهم بمصر يبقى investors حتى يقولك من الاقوال المقصورة ان غاب الامن سقط الدين لو ما فيش امن في اي دولة هنزل اصال ازاي انا كمستقم اماسيح اروح دول العبادة ازاي فالامن هو العصب الاساسي لأي امة كلمة security number 58 دي جملة فعلا 2011 سنوية عامة كت جملة بتعتمد على تبسيط اللغة العربية بصت يا مستر كده لقد لقد وضعت مصر او اللبنة في صرحة الديمقراطية الحقيقية يوم 19 مارس كلمة وضعت put اه اي جيب تبوت خلاص بست تمام مفيش حتى اسم مفرد او has put مش اقولك لأ بس هنا باضي ليه ليه نتحدد الايام تاخد on تمام اما كلمة لبنة يعني طوبة break واللي عملها استونيومية مشانها صح اما كلمة بناء اللي هي صرحة يعني بناء building صح structure صح establishment مشانها صح of true democracy والايام تاخد on march تمام 19 حلوة حلوة مستر يبقى اجابة جميلة الصرح لقد وضعت مصر او اللبنة في صرحة الديمقراطية ده امتحان 2011 ينبغي تفعيل مفهوم المواطنة بين الشباب اول مرة تشوفها هاولا كلمة citizen شاب يعني مواطنة كلنا في هذا الوطن لها نفس الحقوق والوجيبات regardless of our religion او حتى our race او color الرئيس اللي هو اصلك منين يعني العركة بتاعك منين انت من سيوة ولا من نوبة ولا من بحري مش فرقة كلنا اولاد هذا الوطن يبقى اذا كان مفهومة ها ها of citizenship جميلة يا ولاد should be activated among young people مفيش حاجة اسمعها تنمر حرام شرعا اساسا يعني عشان نأكد the strength and cohesion of society حلو قوي كمة cohesion جميل كمة coherence اللي انت خدتها في الاسي اخر كلمة في الترجمة روعة برضو يا مستر تحث كل الاديان على السلام والرحمة والتعايش السلمي ونبز العنف ده شغلة سنوية عامة بقى تعايش السلمي دي جميلة يا مستر باسفول كو اكزيستنس ريجيكت ما تنساها فين جمال كله او ريليجنز يا جامعة ها انكاريج بساوه بروموت جامعة ها جامعة اسم مفردت لها سلام بيس رحمة ميرسي او كومباشن باسفول كو اكزيستنس من احلى الكلمات ان ريجيكت ريفيوز ترفض فيلنس وكمان الارهاب كلمة اسمعها تروريزم كلمة اسمعها تروريزم يعني الارهاب اما بالنسبة الاسئلة المقال اسئلة مباشرة وجميلة استرحة عجباني اول سؤال مثلا اينا ناسي اباوت كوميتس كوميتس ما اعرفواش عيالي دي قطعت فيهم جات عن الكوميتس والشهوب والنيازك التي تتساقط من السماء وده كان زي وزيك يندثر ويتبعصر اسكاترد في نهاية حياته which of which following sentences could be used a topic sentence طلعلي من اللي عندي دي topic sentence كلمة جذابة hook sentence طلع خاصة اللي اقوله فالكلمة الوحيدة الصحية دي لما تركز في الاسئلة نزلك pdf كوميتس are defined as a small object النيازك عبارة عن شيء صغير كوميتس 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 اسمه grab بتشد انتباهك يا ولا تكذبك كده بري اتراكتف جنرال كمان تمام انتباهك the topic sentence هي الجميلة قومية in an essay about team sports team sports الكلمات المشاول سبب باسكتبول انتباهك والبيينجيبونج وفي السكواش مصرين حريفة أو سكواش كم منها مستهى Which of the following sentences could be a concluding one يبقى دور عكيمة to conclude تمام to sum up to summarize أو بدي رأيي في الآخر بحباك choices يا أولاد as far as I am concerned معناه من وقد نظري فريد شيلسي النهاردة deserved يستحق to be the winner of the European Cup أو the Champions League زي ما أنتم عارفينها يبقى من وقد نظري كانوا يستحقوا إنهم يفوزوا النهاردة playing a team sport can offer many benefits يبقى دي جملة جميلة بنهي بها المقالة لأنه بنها المقالة يعمل بكلمة prediction بنها المقالة call to action جميلة أو future possibilities تمام أو quote اللي هي quotation يعني فأنا بقول من وقد نظري وعملت هذه الجملة الجميلة بلينجا team sport can offer many benefits ما يفعش أن المقالة أول team sport is improve your social كذا لازم أختم من وقد نظري ايه شكرا مستقبل أهتم aces aces are كل اللي فوه ممكن aces ببقى موضوع صعبي جدا أو 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 flexible because you can use narrative style في بعض aces يبقى narrative يعني بحكي حكاية زي مسلا ما أقولك write an ac about the last time you cry اخر مرة انت بكيت فيها or structure paragraphs كل ده هنقوله اللي فد كله يعتبر صح من احدى ما زايا الاس اللي جاي احلى بتقول ايه ها؟ كم جملة how many sentences thesis statement should have how many sentences هي just one هي one بس هي thesis sentence تاني حاضر يا جماعة زا ما انت شايف ادي المقالة ببدأ بالفقرة اسمها introduction او introductory paragraph اخر جملة هي الجملة ديت بتكون ايه اخر جملة في الفقرة الاولى بثمها thesis اسمها ايه thesis بكده بقوله مستر اتهم شكرا على جودك معايا النهاردة شكرا على الناس اللي وضعونا الباوربوينت الجميل اللي قدامكم بشكر طلابي للمتابعة وبكده انا وعدتكم وانا تعبت في الوعدة الصراحة عشان ننفذه to fulfill my promise انه عندك 16 units ب16 حصة على يوتيوب بشرح مبسط للوكاب والجرامر اسئلة كلها جميلة وبعدكو بايبه في global questions علمانها كله من الاسابيع القادمة وانا عندك اسبوعين كامل معايا المراجعة تنساش الفيديوهات بتنزل تباعا الجمعة الساعة اربعة الساعة اربعة هيبقى عندك كل اسبوع امتحانين على اقل في منتاج جمال لا امتحان في اول حصة هيبقى عندك امتحان كامل وشامل معا هتبقى اسئلة كتيرا على التراجم اسئلة كتيرا على الاسي بس بلاها عليك بلاها عليك وحتنسى انه في فيديوهات على قناة المستر على اليوتيوب عاملها كنوع من انواع لكل ولادي على مستوى الجمهورية انه حبكم في الله بابا حبيبك مستر حسن نجار باي باي حبيبي انا بكلمكم دلوقتي ومسجل الساعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة